مع انتهاء دراسة ملاحق الطعون وما ينطوي عليها من عد وفرز المحطات من قبل مفوضية الانتخابات يترقب الشارع العراقي إعلان النتائج النهائية فيما يؤكد الإطار التنسيقي للقوى المعترضة على النتائج موقفه الرافض لمجريات العملية الانتخابية ائتلاف النصر المعترض على النتائج يحذر من أن ما يجري ينطوي على مخاطر تهدد العملية السياسية على المفوضية أن تتدارك هذه الأمور وإجابة الجماهير والشارع العراقي وطمأنة الشارع العراقي من أجل الأطمنان إلى العملية السياسية في المستقبل القريب أما فيما يخص موقفنا نحن في الإطار التنسيقي نحن مع سلمية التظاهر مع أخذ الحقوق من خلال القانون على صعيد آخر ومع توقع أن تأتي النتائج النهائية للانتخابات مطابقة لما أعلن عنه سابقا أعلنت كتل سياسية مواصلتها التفاوض مع كتل وأحزاب أخرى لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر والتي ستكلف بتشكيل الحكومة إذ زار وفد سياسي من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري الهيئة السياسية للتيار الصدري كما التقى زيباري رئيس تحاله الفتح هادي العامري بينما التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلا من محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم كما وبحث الأوضاع السياسية مع رئيس تحالف الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس السياسي لتحالف قوى الدولة حيدر العبادي كما أعلن عن لقاء بين حزبي الاتحاد الوطني وحركة التغيير الكرديين لتدارس الوضع والخروج بمطالب موحدة تخص الكرد بعض الكتل السياسية تريد أن تنتظر النتائج النهائية المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية ويبدو أن هناك مشكلة في قضية الاعتراض ولربما سوف يكون هناك عدو فرز كل لجميع المحطات وذلك بقرار من المحكمة الاتحادية وتتباين الآراء حول المسار الذي ينبغي اتخاذه لحل أزمة الاعتراض على النتائج إذ لم تزل ثيارات سياسية تدعو لسياسة التوافق لإرضاء الكتل الخاسرة الأمر الذي يواجه برفض صريح من قبل الكتل الفائزة بالانتخابات ليبقى الترقب على أشده نحو لعبة التحالفات المرتقبة بعد تصديق النتائج للتوصل للكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة تقود البلاد لأربع سنوات قادمة لبرنامج بالعراق سرمد القاص الحرة اشتركوا في القناة